شادة مورنينغ مع كريم حضري من سبعة حجة السبع على شادة الفام صباح الخير يا مغرب ليديتو آخر الكلام لا أجدني أكرر نفس الكلام لكنني أكرر بنفس الوعودي وبذاك الالتزام شعار رفعته الحكومة المغربية الحالية حتى قبل أن تتولى شؤون البلاد والعباد رفعت شعارا كبيرا سوق هو الحزب الحاكم أو القائد ليتحالف الحكومية الآن حزب التجمع الوطني للأحرار واندمج معه في ذلك حلفاها الأصال والمعاصرة والاستقلال فأصبح عقدا اجتماعيا ملزما لسلطة سياسية تدبر الشؤون العامة في البلاد قالوا لنا ذات يوم قبل ثلاث سنوات تقريبا استاهلوا حسن وحينها حلم البعض وكان ذلك الحلم قريبا من التحقق بالنسبة لكثيرين ولم يصدقوا الآخرون حكومتنا الحالية رغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية الخارجية منها والداخلية وهي ظروف لا تنتهي دارجة منها عقلنا على رأسنا والعالم يسبح في أزمات إن لم تكن في أوكرانيا فهي في العراق وفي أفغانستان وفي الكويت وفي إفريقيا وفي المغرب أيضا بجفاف يضرب المنظومة البيئية والمناخية منذ سنوات طويلة لن يأتي علينا يوم يكون فيه العالم مستقما مطمئنا آمنا بدون مشاكل ولا أزمات إن لم تكن أزمات سياسية ستكون عسكرية وإن لم تكن كذلك ستكون اقتصادية أو مالية فالنظام العالمي هو هكذا اليوم نحن في نظام عول ما تعرفه الحكومة ومن المفترض يعرفه الوزراء ورئيس الحكومة أيضا ونعلم أن ما يقع في الصين يؤثر في المغرب وما يقع في أمريكا يؤثر في أوروبا وما يقع في كل منطقة من العالم يؤثر في باقي الدول لماذا نقول هذا الكلام؟ نقوله فقط لنشرح للحكومة بأن التحجج كل مرة وكل حين بعدم تساقط الأمطار ونحن نسبح في الجفاف منذ سنوات طويلة أمر معلوم وليس بعذر اليوم من أجل عدم الالتزام بالوعود وأن التحجج بالأزمات الدولية المتعددة والمتلاحقة والتي لن تنتهي ونقولها من الآن ليس عذرا لأن الفاعل السياسي الذي يقود الشأن العام اليوم من المفترض أنه يضع خططه ووعوده وستراتيجية عمله وهو يأخذ بعين الاعتبار التحديات والإكرهات والمشاكل وحتى الأزمات الداخلية والخارجية ووسط كل هذا قالت لنا الحكومة نستاهلوا حسن ننتظر حسن الله أعلم إلى غاية اليوم وبمقارنة بالمؤشرات الرسمية أقول وليس حتى انطباعات الشارع المغربي قبل ثلاث سنوات وزيادة كان وضع المغاربة أفضل وبكثير على مستوى المعيش اليومي واليوم ترتفع الأصعى البطالة ترتفع وتصل إلى ما يناهز 14% أكثر من مليون ونصف عاطلون لا يفعلون شيئا في المغرب ومؤشرات الغلاء والتدخم ترتفع بشكل كبير جدا والحكومة التي وعدتنا بخلق مليون منصب شغل هي حكومة تقودنا إلى فقدان مناصب الشغل اليوم نطرح التساؤل هل فعلا نستاهلو أحسن وهل فعلا الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووعودها للمغاربة بغض النظر عن الأزمات الداخلية منها والخارجية ما ظهر منها وما لم يظهر حتى الآن ختاما هذا كريم حضب يحييكم أطيب المنى وإلى المنتقى